اشتركوا في القناة من سلسلة اقوى تفوهات الالتراس المغربية واللي فيها سنحاول نقدم لكم اقوى واجمل تفوهات اللي تهزوا برسم الموسم الكراوي 2022-2023 واللي ستكون قسمة على جوج دي الاجزاء الجزء الاول هو اللي راكم كتشوفوا فيه دابة وجزء الثاني ستلقاهم لواح في قناة عالم الالتراس فلا ملقيتش الجروب بديلك في هذا الجزء فهتلقاه عند قناة عالم الالتراس بغيتكم دعموا الدر في القناة ديانو باش نزيدوا نطوروا ونكبروا محتوى الاولتراس في اليوتيوب وبالنسبة لهاد الحلقة فبغيتكم توصلوها لكشرة من 5000 لايك ومنين توصل لها فغديلوح لكم مباشرة حلقة اقوى كركاجات السنة ان شاء الله فخلي معك لايك الفيديو من باب التحفيز وشارك في القناة باش نوصلوه في اقرب وقت للميتين الف مشارك لانستغرام ديالي وجمع مواقع التواصل الشيماعي فنا ستلقاهم تحت في صندوق الوصف مرحبا بيكم كامل انتمة ليفيرا جيس ما زيش نطول عليكم كشرة من هكا انطلقوا ان شاء الله مورا الانترا بسم الله الرحمن الرحيم وغمضوا حلقتنا اليوم بيتنبيه صغير وهو ان ترتيب تفوتلي في الحلقة فرا غيجي عشوائي اي بدون ترتيب ومهمتكم انتمة ليفيرا جيس فرا غتبقى في التعاليق بالتصويت على اجمل تيفوت هزل هات السنة واول تيفو غامف تتحو بي حلقتنا اليوم غامشي لمدينة بني ملال والعند أولترا ستار بويز المساندة لفريق رجاء بني ملال والتي مارس في قسم الدرجة التانية من البطولة أولترا ستار بويز بصمت على العديد من تيفوت هات السنة وهو الشي اللي الفت الانتباه ديالي اليوم وخلاني نحط لوحتيهم اللي بعنوان سولدي بخانسيبي ستالي ريبالي واللي جات باش تهاجم المتدخلين في الشائل القروي الخاص بالفريق واللي كيزازع الاستقرار وأما بالنسبة للتيفو فكان كوريغرافي على شكل أبوند بالكحل الخضر وكذلك تيفو تروادي كيبر الشخصية أرسين لوبين وهو شخصية مشهورة بلعب دور المحقق للكشف عن الجريمة وتعقب الجنات وتقديمهم أيضا للعدالة وخلفي لوغو المجموعة واللي شبه راسه بشخصية أرسين لوبين بالشهامة والفدائية فتح هي حركية الستار بويز ومزيدا من التقلق والإبداع الموسم القادم ومن بني ملال غرمشي والمراكش واللي عند المجانين أوتراس كريزي بوز ومن قسم الهوات وفي مباراة تحقيق الصعود بالنسبة للكوكب المراكشي وعلى الملعب الكبير بمراكش أوتراس كريزي بوز غتحفز اللاعبين على الانتصار بتيفو كوريغرافي مع ميصاش كيغو إيلا جيرا كونتينيا واللي كتعني أن الحرب مازالت مستمرة لعودة الكوكب المراكشي لمكانته بالقسم الأول المهم تيفو جا بالحمر والكحل والبيض والصفر مرفوق بعبارة فيني فيدي فيتي وهي عبارة لاتينية كتعبر على الانتصار والفخر بالفارق واللي حرفيا كتعني أننا جئنا للملعب وشجعنا وارتحلنا مع الفارق والجميع جاهد في سبيل تحقيق الفوز والصعود فهنيئا للكوكب المراكشي ومزيدا من التألق إن شاء الله في باقي المنافسات نخرج من المراكش بمعنى أنه من الأفضل أن تخاف من هذه الأعين وبالمدرس الجانبي كتبت عبارة رجال المدينة بالخط العربي الأصيل واللي كيف مسبق لي وقلت سابقا أنني دائما كان ميل للأعمال اللي كتب رسطورات المغرب الأصيل وبجانب تيفو كان واحد الباب زرق واللي كيعبر على مدخل المدينة صراحة فاطل تيجرز هات السنة فاركانت استثنائية فتحية حركية كبيرة لهم ومزيدا من التألق والعطاء في الموسم القادم إن شاء الله ومن فاس خلمشي والدكالة واللي عند أبناء الجديدة أولتراس كابسولي واللي عانى بزيف فارقهم هذا الموسم وخلاه ينزل للقسم الثاني رغم كل الحمالات اللي قام بها الجمهور من أجل إنقاذ الموسم مثل اقتناء التذاكر وتوزيعها على المشجعين من أجل الحضورة بالمجان ومساندة الفارق مهم الكابسولي غتكون مع موعد ليرفع تيفو بلقائهم أمام الجيش الملكي على الملعب العبدي بالجديدة تيفو جابي عنوان My Green Passanger Made Me Do It أي أن روح الفارق جعلتني أفعلها مرفوقة بتيفو طرود لمشجع جديدي ومن المراعى اللي يصر قلبه ومن لي من عقله في محاولة الاختيار بين القلب والعقل لأقل كي يقول بارك عليك والقلب كيف أرد عليك الصبر والتضحية وأعيو الفيراجيس فرمو توهجة من جهة القلب والمساجر واضح نخرجو من مدينة فاس ونمشيو لعروس الشمالي طنجا ومع أبناء هيراكل أولتراس هيركوليس وفي لقاء ديربي الشمال اللي جمع اتحاد طنجا بالمغرب التطواني اتحاد طنجا وهو الفارق اللي قام بريمونتادة تاريخية من الشطر الأول كاريتي ختمه بنقطتين إلى شطر تاني إحجازي ضمن بي البقاء بين الكبار المهم ديربي الشمال عرف وجوم حاد من الكورفالوكا بأعداد عملاقة ورسمو تيفو كوريغرافي عملاق بالزرق البيض لطائر الفينيق أو الفينيكس وهو الطائر اللي كيحيا بعد ما كيموت من رماد احتراقه نفسي واللي كانت رسالة الجامعة الخصوم لتوخي الحضر منهم وفي الشوط التاني تانستيب فطر ودي لملك الممالك السبع جونس نوم وحامل عرش الحديدي وملك الشمال الشرعي وهو قالص على العرش الحديدي دياله وبالجانب دياله ديء بالشمال وهي دلالة على أنهم ملوك الشمال وخاصة وأنه كانت مبارا ضد المغرب تطواني وأراكم فيهم ميش نبغيت نقول تحيي حركي الأبناء هيرق ومزيدا من العطاء الموسم القعدة ومن طانجة للعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء واللي عند الفائزون أولترا وينرس وضمن منافسات العصبة الأفريقية اللي جمعت الودادة الرياضي بسيمبا التانزاني على أرضية مركب محمد الخامس بالدار البيضاء واللي عرفت رفع ثلاث لوحات أسطورية ودقيقة لأبعد مدى واللي أشبه بشاشات عرض والتيفو الأول جعل وجه جوغو بطل إنيمي دراجون بول وهو في الحالة العادية دياله كيشوف في الملعب بأدق التفاصيل والصورة الثانية جات بعبارة بيست مود أي تفعيل نمط لوحش ما غتعير حرف الأوب من كلمة مود بكرة من كرة دراجون بول واللي جت في التيفو بمعنى عصبة الأبطال وأما عن الصورة الثالثة فكانت بنفس الشخصية أي شخصية جوغو ولكن مفاعل بيست مود أو مفاعل نمط الوحش واللي كيستعمل فقط في المواقف الحريجة والمهمة كلقى بعصبة الأبطال مثلا واللي يحب في جمهور الويداد أنهم يوصلوا اللاعبين رسالة أظهروا أقوى ما لديكم للدفر بالعصبة وهذا الشي كامل كان مرفوق بميساج تحية حركية الوينرس ومزيدا من التقلق والعطاء في الموسم القادم ومن كذا غنمشي والسوس واللي عند أولتراس أمازيغن الأصليون غيرفعوا تيفو كوريغرافي تحت عبارة تيف فوت واللي كتعني النور بالأمازيغية وهي اللي يحبوا الأصليون أنهم يوصلوا أنهم النور اللي غيرعاول الفرقة للخروج من الأزامات اللي كيتخبط فيها الفريق وغيرجعله الاستقرار والباريق دياله وكتكملة تيفو غيرطلع تروادي كجسة شخصية ايدي بوشاح الامازيغن وعبارة أولتراس على العنق دياله وكذلك وين أور داي على الساعد دياله ومع عبارة وين رايز اجين أي سنحية مجددا مع شعار الفريق أي شعار حسنيت أقادير مخربش قليلا نظرا للضرر اللي لحق بي إطر التسيير العشوائي وشخصية ايدي اللي كتمتل فرض الأولتراس فرهم واعد راس ووعدون تهم بأنه لن يستسلم حتى يرى الحسني على أفضل حال تحيا حركي للأصليون ومزيدا من العطاء إن شاء الله في الموسم القادم ليفيراجيست حلقتنا ديالي ومثالات واللي كانت الجزء الأول من أقوتي فهات السنة واللي جزءها التاني غتلقاوها ملاي واحد دهبا في قناة عالم الأورتراس انتمنى نكون كنت عند حسن الظن ديالكم وانتلقاوه إن شاء الله في فيديو جديد أوه بيس